الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وإلا إله عم الله أكبر كبيرا والعمل لله كثيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد واجب النصرة لإخواننا المسلمين المرابطين على ثغور الأمة في غزة العزة في فلسطين في الأقصى في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس يقول عليه الصلاة والسلام المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمها لا يظلمه بيده ولا يسلمه يعني لا يتركه لمن يظلمها واجب النصرة واجب كبير لا سيما لإخواننا الذين يدافعون عننا عن شرفنا عن عردنا عن مقدساتنا وهم هناك في الميدان يقدمون الدماء فماذا نقدم نحن هنا الأردن بل في كل مكان إنه واجب عظيم لتثبيتهم لرفع معنوياتهم للحفاظ على جذوة الخير التي أقامها الله تبارك وتعالى في نفوسهم أول واجب من واجبات النصرة لهم هو واجب الدعاء ولا أقول مجرد الدعاء هكذا وإنما الاستغاثة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم نستغيث الله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا وأن يمكن لهم وأن يقبل منهم نستغيثه سبحانه أن يخلصهم من أعدائهم نسأل الله تبارك وتعالى لإخواننا الفرج العاجل والنصر والتمكين على هؤلاء ومن يقف وراءهم الدعاء والواجب الثاني بعد الدعاء هو واجب المتابعة الحثيثة لأخبارهم نتابع أخبار إخواننا بلا كلل ولا ملل ونحرص على أخذ الأخبار من قنوات كريمة طيبة بعيدا عن تلك القنوات المغشوشة التي تبث السموم فنأخذ أخبارنا من قناة مثل قناة الأقصى وقناة اليارموك وغيرها من القنوات الطيبة الكريمة ونبتعد أشد البعد عن قنوات فعلا تمثل دور الدجال تبث الأراجيف والفتن والشبهات ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نكل ولا نمل من متابعة أخبار إخواننا لأنه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه الواجب الثالث بعد الدعاء والمتابعة واجب التوعية والتثقيف لأهلنا وإخواننا وأحبابنا والقريب والبعيد فيتحول كل مسلم بعد أن أخذ حظه من المتابعة الحثيثة إلى وكالة أنباء ينشر عبر القنوات المختلفة بشكل مباشر وغير مباشر أخبار إخوانه ويحكي لأهله عن فلسطين والأقصى وغزة وبطولة رجالها يحكي لهم عن أعداء الأمة عن يهود لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود نحكي بلا كلل ولا ملل فالآخر يحكي لهم ويبث الأراجيف إلى أجل ذلك لا بد أن يتحول كل مسلم طيب إلى وكالة أنباء ينشر بلا خوف الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الواجب الرابع هو واجب التفاؤل والأمل والاستبشار والتبشير كيف لا ونحن أمة منصورة بإذن الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الأمة تبتلى تمحص وهي منتصرة ولو بعد حين وإن جندنا لهم الغالبون إن تنصروا الله ينصركم لقد أعمل إخوانكم في غزة وأعدوا والله تبارك وتعالى يحب من عباده الأخذ بالأسباب المستطاعة أعدوا وأخذوا بالأسباب المستطاعة وهم الآن يرجون من الله عز وجل الفتح والنصر القريب انتصر إخوانكم من أول يوم وبقي إعلان هذه النتيجة بإذن الله قريبا في القريب العاجل إن شاء الله بشروا ولا تنفروا الآخر يريد أن يهزم الأمة في معنوياتها ويحطم آمالها والأمة بفضل الله عز وجل منتصرة كيف لم تنتصر غزة؟ بل انتصرت عدو غزة ليس عدوا واحدا العالم كله يحارب غزة ولا تزال بفضل الله عز وجل تقف على رجليها تدافع وتنافح ولا يزال سرها في يدها بفضل الله عز وجل هنيئا لأهل غزة هنيئا لشهدائهم ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم المعركة بفضل الله عز وجل محسومة ومنتهية وبقي إعلان النتيجة بفضل الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين لا يخاف المسلم ولا يحزن فهو بمعية الله تبارك وتعالى وصحبته الواجب الخامس واجب المقاطعة المقاطعة العامة سياسيا اقتصاديا رياضيا ثقافيا فكريا بحيث ينبذ هذا العدو ليس الهدف من المقاطعة هدف اقتصادي فقط صحيح أن اقتصادهم بدأ ينهار بفضل الله والخسائر كثيرة لكن هناك هدف أعظم وهو إساءة وجه يهود فعندما تقاطعهم أنت تبطل بذلك فكرة التطبيع الذي يراد من خلالها أن يصبح هذا العدو طبيعيا أن يصبح وجوده طبيعيا في أمة الإسلام يجب أن يبقى هذا العدو عدوا منبوذا ويحرم على الساسة ممارسة التطبيع وكذلك أهل الاقتصاد والمال الواجب السادس هو واجب الدعم بالمال فاليوم يوم الجهاد بالمال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ومن جهز غازيا في سبيل الله فقد غزى ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزى الجهاد بالمال لا أقول فقط الدعم وإنما هو جهاد بالمال اليهود يجدون دعما بالمال والرجال والسلاح من الدنيا كلها فلا أقل من أن نقدم شيئا من المال النقي الحلال الصافي لإخواننا الذين يدافعون عن أرضنا وعرضنا ومقدساتنا والواجب السابع هو واجب التفكير بحلول خارج الصندوق وخارج المربع وهذا بطلب من إخوانكم هناك فكروا كيف تنصروا إخوانكم اليوم الأمة استضعفت كثيرا وهي بحاجة فعلا إلى أن تفكر في أطر جديدة ومختلفة فالضربة القاضية التي نقضي بها على أعدائنا هي الضربة المفاجئة وعلى نقطة ضعف من نقاط ضعف خصومنا تفكيري ينبغى أن يبقى مستمر أين عقول شباب الأمة المتخصصون في المجالات كلها فالمعركة تحتاج الطبيب والمهندس والإعلام وغيرهم المعركة قائمة نحن اليوم بحاجة إلى تفكير مختلف من أجل نصرة إخواننا بل من أجل نصرة أنفسنا أيضاً لا بد أن نفكر في واجب مهم هو واجب تربية الجيل القادم يكون له دور المشاركة الحقيقية ولا أقول فقط مجرد النصرة أن يشاركوا إخوانهم مشاركة حقيقية في الدفاع عنهم وفي نصرة مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مجموعة من الواجبات والواجبات بابها مفتوح هنيئاً لمن كان له مشاركة في نصرة إخوانه بارك الله فيكم والحمد لله ترجمة نانسي قنقر